في عشر أمور تقسي القلب أولا كثرة الذنوب والمعاصي تقسي القلب اتنين الانشغال بالدنيا يقسي القلب اتلاتي الخواطر السيئة وعدم الاستعاذة منها تقسي القلب اربعة كثرة الاختلاط مع رفاق السوء تقسي القلب خمسة التكبر واحتقار الناس يقسي القلب ستة الرياء والتفريط في الفرائض يقسي القلب سبعة الشبع وخاصة من مال حرام يقسي القلب اتماني طول الأمل والتمني يقسي القلب تسعى الغفل عن ذكر الله وكثرة الكلام والجدال يقصي القلب عشرة التعلق بغير الله يقصي القلب النبي في صحيح مسلم كان يتعوذ بالله من قلب لا يخشع إذا صلح القلب صلح القالب النبي في الصحيحين عن المضغة قال إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ما لك ولادك ما رح ينفعوك يوم القيامة بدك قلب سليم قال الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لهيك النبي دائما كان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فيارب ثبت قلبي على دينك أنا والمسلمين وكل واحد يقول آمين هذا والله أعلم سلام عليكم